في خوض معارك الاسلاح السياسي والاقتصادي يكتب زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر عنوان البدايات دوما على طريق الانجاز الذي يريده الرجل المصمم على مبدأ التغيير الحقيقي وبناء النهج السياسي الجديد الذي يرسم للعراق بداية صفحة الازدهار وعودته الى منافسة الدول والامم في كل القطاعات والمجالات مؤخرا ما اطلقه الصدر من هجمة وطنية على رفع الاسعار والتلاعب باسعار المنتجات وما تسببه من حالة تذبذب في السوق العراقية وانتهاك مصدر الدخل وظروف العراقيين كانت الخطوة وطنية بامتياز لدرجة ان كتلا سياسية منها ما كشفه النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي عن اجراءات مرتقبة للحد من ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية اذ عكست الصورة على انها محاولة مغازلة من سياسيين باتخاذ المبادر الصدري على محمل الاهمية المطلق وبحسب مراقبية المشهد السياسي فهي محاولة البحث عن ابواب مواربة ولو بجزء قليل يؤمن لهم مغازلة التيار الصدري والتقرم من مقتدى الصدر زعيم الكتلة النيابية الاكبر في البرلمان الجديد المعادلة قرأت بصحيح العبارة على انها حالة انسجام تبحث عنها قوى سياسية تريد تغيير المعادلة ولو بجزء يضمن المشاركة في تشكيل الحكومة وصناع القرار الجديد الذي يضمن التأثير من حيث المقاعد النيابية والتحالفات السياسية لكن في ذات الوقت رأى محللون وخبراء ان مبادرة الصدر في التنبه لأهمية معركة الاسعار والتحكم بها وتأثيرها السلبي على المنتج الوطني وعلى الرغم من اللعب السياسي بورقة الدولار لاستغلال الفرصة في صناعة التحالفات الا انها خطوة مهمة قادها الصدر ومن الجيد ان تتبناها القوى السياسية كافة خدمة للصالح العراقي العام ودفاعا عن قوت العراقيين اشتركوا في القناة